وخلال تواجده في معرض الخريف حقق المنتج البحريني إقبالا لافتا حيث حرصت صادرات البحرين على الدفع بالمنتج المحلي وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية وما تتميز به من جودة عالية وذلك من خلال إشراكهم في معرض الخريف هذه المشاركة في معرض الخريف تخدم أصحاب الأعمال بالدرجة الأولى وتساعدهم في عملية التواصل وبشكل مباشر مع الزبائن وتعريفهم بالمنتج المحلي تسهيلات ومزايا متعددة قدمتها صادرات البحرين للمؤسسات المحلية وذلك في ظل مساعيها الرامية إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية وتوفير كافة الإمكانيات وذلك لدى مشاركتها في معرض الخريف باعتباره أكبر حدث تسوقي على مستوى المملكة صادرات البحرين على تحفيز القطاعات المختلفة والترويج للمؤسسات القائمة في البحرين نحن فخورين بتعاوننا مع شركة إنفورما ماركتس المسؤولة عن تنظيم معرض الخريف للعام الثاني وذلك لتسليط الأضواء على المنتجات المحلية التي تم تصنعها محليا وتقوية مكانتها وتعزيز مكانتها وتقوية جودتها في الأسواق المحلية إلى الأسواق العالمية هذه السنة الثانية التي نشارك فيها في المعرض الخريف المرة الأولى لكم ما شاء الله نجاحنا كان ويد بوهر نتأمل إن شاء الله هذه السنة نجاح أكبر طبعا بدعم الصادرات شكر لهم ووايد ساعدونا أن نتمكن من دخول السوق وننتشر بشكل أكبر في أكثر من مكان وليس فقط في البحرين صادرات البحرين ليهم الشكر الجزيل ما قصره واللعام والسنة ضافونا في المعرض الخريف وكان إليه طابع كبير ونسبة دعم كبيرة إلى المشروع ككل يعني العام دشينة مع صادرات البحرين مباشرة من بعدهم تم تطوير المشروع 180 درجة حتى وصلنا إلى السجل التجاري فتحناه مباشرة من بعد المعرض معرض الخريف أتاح لنا الفرصة بزيارة بجموعة كبيرة من العبلاء بحيث أن البنتج صار عليه إقبال كبير من ناحية الملصقات من ناحية الطعم الجودة وصال إن شاء الله فيهم تعامل يعني إن شاء الله مستقبلا ونتطلع أن نشارك في المعرض العالمية مستقبلا هذه الخطوة التي اتخذتها صادرات البحرين للسنة الثانية على التوالي عرفت رواد المعرض على التاجر البحريني وإنتاجه المتميز وفتحت أمام المشاركين أفاقا رحبة للتواصل مع الزبائن بشكل مباشر وخلق قاعدة جماهيرية للمنتج الوطني اليوم وايد شعور جميل إن أنت تشوف مشاريع بحرينية ما شاء الله تنافس العالمية اليوم في قسم صادرات البحرين يعني انبهرت صراحة بالمنتجات اللي تشفتها تذوقنا بعض المنتجات جربناها فلقين إنه فعلا اليوم إحنا في مملكتنا الغالية البحرين قاعدة تطلع من عندنا منتجات تنافس المنتجات العالمية وفعلا هو اللي يحتاجه اليوم السوب ومعرض الخريف اليوم هو واجهة حق إنه يقدرون يروجون ويظهرون أكثر على الصعيد المحلي وحتى على الصعيد العالمي اليوم جناح صادرات البحرين اللي يتميز بعض المنتجات البحرينية ويوصلها للأسواق العالمية وهذه المعرض فرصة حلوة إنه نشوف المنتجات البحرينية وأيضا الدولية في نفس الوقت مثل ما نشوف عرضين يريين من أغلب الدول في العالم مما يأكد على نجاح وقوة هذه المعرضات السوقية جهود متواصلة وعمل دعوب تحرص صادرات البحرين على القيام به لدعم المنتج المحلي وتحقيق الانتشار له على المستوى المحلي هو الخارجي ما يلعب دورا كبيرا في تحقيق هوية فريدة وموحدة للمنتجات المصنعة في البحرين تسهيلات نوعية تقدمها صادرات البحرين لعدد من المشاريع البحرينية لتفتح أفاق الانتشار لها من خلال إشراكها في معرض الخريف والتي اعتبرها المشاركون فرصة ذهبية لتعريف الزبائم بالمنتج البحريني خولة لجرينيس لمركز الأحبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر